من الحاجات المهمة جدا اللي احنا متعلمة من فيزيكس ان احنا نقدر ان احنا نبسط المسألة بتاعتنا او نحطها بشكل موديل والموديل دوت نقدر ان احنا نسيمبليفاي فيه بحيث ان احنا نخليه في الاخر ممكن ان هو يتحل يعني دي اهم حاجة في الفيزيكس يعني مش شطارة ان انا احط المشكلة بتاعتي بشكل معقد جدا او بشكل يعني يقارب الحقيقة بشكل كبير بس في الاخر ما اقدرش تحله لو انا عندي موديل الموديل دوت بيقدر ان هو يبسط بعض الحاجات اللي موجودة في الواقع بس في الاخر بقدر احصل منه على نتيجة ده بيبقى افضل كتير جدا من الموديل اللي هو بيبقى اجزاكت بس ملوش حل كمثال على كده لو انا بتكلم ان انا عايز احسب number of cells in the body اوكي لو انا بتكلم على الحاجة الاجزاكت طبعا في غاية الصعوبة نحن نحسب حاجة زي كده هنضطر ان احنا نقستن بقى الهيومن بادي ده لأورجنز وكل أورجن ببعارف تقريبا بتاع السلز بتاعته عبارة عن ايه فبحسب بقى كل أورجن لوحده وبشوف بقى الاماكن الفاضية اللي في جسم الانسان عبارة عن ايه واترحها من الحاجات اللي انا بحسبها وده طبعا في الآخر ما بيوصلنيش ان انا قدر احسب حاجة طبعا مسألة كبيرة اولا وفي الآخر ممكن ما احصلش منها على حل ثانية اوكي ففي الفيزيكس نبدأ نعمل حاجة غريفة قوي يعني نبدأ نسيبليفاير بروبريم بتاعتنا في ان احنا نأسيوم سيمبل شيبس كمثال انا عندي دلوقتي عايز احسب number of cells in the body يبقى ممكن اعمل حاجة غريفة جدا ممكن احسب البودي ده عبارة عن حاجة زي متوازي مستطيلات واقدر احسب السل دي عبارة عن كيوب اوكي وتخيل ان الهيومن بودي ده عبارة عن اكني بالضبط كده بابني جدار من السلز عشان ابني به الهيومن بودي اوكي ففي الآخر بيبقى عندي متوازي المستطيلات ده وبيبقى هو مليان كيوبكسلز فباسيك لو انا حسبت الفوليوم بتاع البودي وحسبت الفوليوم بتاع السل افرت السل ممكن اقسم دوها عشان ييجيبلي في الاخر رقم هو الرقم ده يبقى اسميط للحاجة اللى انا عايز احسبها فaimer نتكلم عندنا مثلا في السلز لو احنا بنتكلم على الافرش سل воетров من في الهيومن بودي بنتكلم على حوالي 10 مايكرون في معنى كده لو حسبنا انه هو كيوبك شيب بنتكلم علي ان هي 10 مايكرون ديذ كيوبت و انكلم على الهيومن أدلت بكلم مثلا أسيوم ان هو 2 متر طول و .3 متر ويد فباسيك الفوليوم بتاعه بيبقى بارة عن 2 times .3 times .3 أوكي يعني بكلم على القاعدة عبارة عن .3 squared times الهيط اللي هو بيبقى 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 عليه هو 2 متر ففي الاخر بيطلعلي برضو في الاخر الفوليوم بتاعي بشكل معين لو انا زي ما كنت بقول من شوية أسيومد ان الهيومن بادي عبارة عن سلز كله عبارة عن سلز يبقى معنى كده لو اسمت انا 0.18 على 10 ميكرون دي قد راحصل على أستيمت السلز اللي موجودة عندي هي تبقى حوالي 2.10 أو 17 وده رقم الحقيقة اللي احنا بصنا عليها نلاقي ان هو رقم مش بعيد عن الرقم اللي احنا ممكن نتوقعه في جسم الانسان لو احنا عملنا البروبلم دي بطريقة اكزاكت لما نيجي نتكلم على الجزء بتاع الترانسليشن اكوريبيوم اول حاجة لازم نديفاين يعني ايه فورس الفورس طبعا بتبقى ديفاين اساسا بنيوتين ساكند لو هي عبارة عن فورس بتساوي ماس تايمز اكسلراشن لو بسيطا على الاكواجن دي كده لو كان عندي الفورس بتاعتي بتساوي صفر يبقى معنى كده الاكسلراشن بتاعتي هتساوي صفر اذا لو كان الفورس دي باي قيمة تانية غير الصف لازم هيبقى فيه اكسلراشن فمعنى كده لو انا بتكلم على ان في عندي الاكوليبريوم والاكوليبريوم ده بيبقى ديفاين بحاجتين اساسيتين جدا هو ان الاوبجيوك بتاعي بي ريمين اترست او بيموف اتا كونسن سبيد ريمين اترست معنى كده هو استاتيك يعني موجود في مكانه ثابت مبيتحركش بيموف اتا كونسن سبيد معنى كده مبيحصلوش اكسلراشن في الحالتين بيبقى الاكسلراشن بتاعتي بتساوي صفر فعشان يبقى فيه عندنا اكوليبريوم يبقى لازم اللازم بتاع الفورسس لو انا جماعت الفورسس بتاعتي بشكل sun لازم اللازم اللازم flaw جسسسرا ب conspiracy أو باستدرست كل الفورسس في اي اتجاه لو انا بسطعست حللت اللازم فاreichل في اي اتجاه لازم مجموعها يت retained ميت اتجاه عشان يبقى فيه اكوليبريوم اوكي فجل نوت ل Rem15 في التلاته اكسيز علشان نقدر ان احنا هيتأكد ان الاكليبريم ده بيشتغل كمثال لو انا بتخلين فيه بني ادم واقف بالشكل ده كده لو هو واقف ثابت يبقى معنى كده لو احنا بصين على الفورس اللي ابلايد عليه هنلاقي طبعا فيه حاجتين اساسيين جدا موجودين عندي اول حاجه هي center of gravity بتاعه اللي هو وزنه اللي ببقى centered حوالين center of gravity بتاع البني ادم نفسه وفي الوقت نفسه بفيه عندي reaction جاي من الارض عن طريق ايه F1 و F2 اللي هو على الاقدام بتاعه بتاعه البني ادم ده عشان يحصل الائكليبريم لازم الفورسز summation بتاع الفورسز في اي مكان في اي اتجاه لازم يصوه صفر لو احنا بصين على الفورسز اللي هي الهوريزونتال مش هنلاقي عندنا هوريزونتال فورسز خالص هنلاقي كل الفورسز بتاعتنا في الاتجاه الـ vertical لو احنا حللنا الفورسز بتاعتنا في الاتجاه الـ vertical هنشوفها بالشكل ده هيبقى عندي F1 و F2 applied في الـ direction اللي فوق و W apply في الـ direction اللي تحت لازم علشان يحصل الـ equilibrium لازم علشان يبقى البني ادم دهوائي في static يبقى معنى كده لازم F1 بلس F2 يساوي W النوع التاني من الـ equilibrium هو حاجة من سامية rotation equilibrium rotation equilibrium بيعتمد على ان انا بعمل balance of torques التورك بيبقى فوقها defined as ri times fi اللي هو الفورس نفسها fi times ri اللي هي الـ arm بتاعها لو انا خدت المثال اللي قدامي هنا دوت هللاقي المثال دوت بيبقى في عندي pivot point محددة لازم يبقى في عندي عشان يبقى فيه تورك لازم يبقى فيه pivot point محددة منها ببتدي احسب الطول بتاع الـ arm بتاعت العزم دوت او بتاعت الفورس ديت عشان يبتدي احسب التورك اللي جايه من F1 بيساوي كام والـ F2 بيساوي كام يعني هنا لو انا خدت الـ pivot point هنا مكان الماركر يبقى معنا كده هيبقى عندي العزم الاولاني هو عبارة عن F1 في R1 والعزم التاني هو عبارة عن F2 في R2 مع مراعات ان كل واحد فيهم في direction مختلف فهنا لو انا عملت الـ balance بتاع التوركس دي لو عندي F1 اكبر من F2 يعني العزم الجاي من F1 هو F1 times R1 اكبر من F2 في R2 هلاقي ان الـ object بتاع ده هيتحرك كده هيتحرك في التجاه counterclockwise لو عندي F2 R2 اكبر من F1 R1 يبقى معنا كده انا اتحرك في التجاه الـ clockwise يبقى معنا كده لو انا عايز يحصل الـ rotation equilibrium يعني الـ object بتاع ده مايلفش في الاتجاه ده او في الاتجاه ده يبقى لازم مجموعة توركس دي بيسوي صفر حوالين او اي point عندي موجودة في الايه في الـ object بتاعي فلو انا بصيت على الـ object بتاع هنا دوت هلاقي ان انا عندي يعني summation بتاع التاو اي بيسوي صفر ده ده بيبمنلي ان الـ object ده ما بتحركش في اي اتجاه خاص هيفضل تثابت في مكانه اوكي فباسيكلي في المسألة دي هيبقى عندنا لو احنا عندنا الـ equilibrium ده بيتحقق يبقى معنا كده لاقي F1 في R1 times F2 في R2 دي يسوي صفر اوكي يبقى لازم دي بتسوي دي او مجموعة دي زائد دي بيسوي صفر اوكي فباسيكلي في المسألة يعني لو انا فرضا اخترتها هنا اخترت الـ pivot point بتاعتي في النص هنا اوكي يبقى معنا كده الـ balance بتاعي هيبقى فيه 3 فورسز مش هيبقى فيها اتنين اوكي فاحنا دايما بنفضل ان احنا ناخد الـ pivot point في مكان يسهل علي المسألة بدل ما احطها في مكان يخليها اسعب اوكي لو عندي انانونس في مكان يستحصل انا احط الـ pivot point عند الـ unknown forces علشان تحاول تخلي المسألة بالنسبة لي اسهل اوكي لو احنا يعني بعد كده هنشوف ان شاء الله المسائل زي كده وهنعرف ان احنا يعني دي بتخلي مسائلها تبقى حلاها ابسط بكثير طبعا احنا يعني كقاعدة احنا ممكن ناخد اي بوينت بس احنا اختيارنا بيفضل ان هو يبقى بالشكل اللي انا كنت بقول عليه ان انا باخده عند واحدة من الفورس عشان اقل العدد التالي اللي انا بحسب لها بالانس اوكي انما اي بوينت انا ممكن احسب عندها وتتوصف يعني لو الابجيك دوت يعني في ستاتيك بوزيش يعني بتحركش ما بحصلوش روتيش يبقى معنى كده او انا خدت البيوت بوينت هنا خدتها هنا خدتها هنا خدتها في اي مكان خدتها هنا لازم البالانس يطلع متحققه ما يبقاش في اي مشكلة هناخد كمثال الاكوليبريا موموما والمثال ده الحقيقه هنأبلاي في بوث هو المثال بتاعه how to compute الفورسز على الاكيلس تندن لو انا بسيت على الجومتري بتاع الفوت هلاقي عندي الاكيلس تندن بتاعي دوت موجود ماسك الكالكينيس بون وماسكها بقى من فوق بالايه بالتيبيا وهي بتشيل جزء كبير من الفورسز اللي موجودة عندي هنا على الايه على الكالكينيس بون او على الفوت عموما بيبقى في عندي لو انا تخيلت بقى الاستركشور انا بحسب عنده الفورسز هو عباره عن الاستركشور ده هو الاستركشور بتاع الفوت اوكي هيبقى في عندي هنا فورس بتشد لفوق هنا عند الاكيلس تندن هيبقى في عندي هنا reaction between two bones دولة بيسميها F bone اوكي وهيبقى في عندي الفورس بتاعت الايه بتاع الارض اللي هي بتبع برا عن الوزن بتاع جسم الانسان اللي هي W اوكي هنا انا بتخيل ان في عندي بني ادم واقف على ترطيف صحابه على رجل واحدة يعني على ترطيف صحابه بحيث ان هو يبقى هنا الرياكشن تلقى الارض يبقى هنا وبنقادة ده هوات Add Balance هلاحظ هنا ان في عندي لو انا هطبقى الموديل بتاعي اللي هو الفيزيكال الموديل بتاعي بالشكل المبسط ده هلاقي عندي ان في عندي ثلاثة أنونس الأنونس الأولين هو عبارة عن الفورس الموجودة في الأكيل ستندون وده طبعا الجيومتري بتاعها معروف من الاناتومي اللي هو يفترض ان هو سبع ديجريز مع البرتكال والفورس الموجودة بين البونز وبعضيها اللي هو رياكشن بتاع البونز ده وهو FB والانج بتاعتها كما مش معروفة الحقيقة بقيت الحاجات الثانية زي ال W والحاجات دي كلها تعتبر معروفة والجيومتري برضو بتاع البروبلم ممكن ان هو يبقى معروف او ممكن يتقاس مع صح لو انا صورت صورة من الريديولوجي ولا حاجة ممكن يبقى عندي الجيومتري بتاع البروبلم فعشان نحل المسألة دي ونحط الرياضي بتاعت الروتاشنال والترانسلاشنال الرياضي ونحاول بعد كده نحل لتجيب التعامل الصورة طبعا احنا المسألة بتاعتنا دي كلها يعني باسيك احنا نتكلم ان المسألة بتاعتنا دي كلها planar planar يعني بقى عن كده لكل الفورس بتاعتنا موجودة في 2 ديمينشنز يعني في X و Y يبقى معنى كده لما اجي احسب او اجي احط الرياضي بتاعت الترانسلاشن الرياضي هقول ان الصمممم بتاع الفورس في ال-x بيساوي صفر والصمممم بتاع الفورس في ال-y بيساوي صفر اوكي؟ ما عنديش z في ال-direction ما عنديش direction ثالث اوكي؟ لو problem بتاعتي معقدة كفاية يبقى فيها direction ثالث يبقى لازم احط كمان equation لو انا اخدت pivot point في مكان معين يبقى قد رحصة برضو rotation equilibrium في مكان معين زي ما كنت بقولي قبل كده ان احنا عندنا في الجزء بتاع rotation equilibrium الجزء بتاع summation of torx بساوي 0 باختار pivot point بتحيس انها تسهل ال-problem فلو انا بسيت للجيومتري بتاعي هنا ده هلقني في عندي حاجة زريفة جدا ممكن اخد اخدها في اعتباري عشان اختار بيها ال-pivot point بتاعتي فين هلاحظ ان ال-2 من النونزي بتوعي اللي هم عبارة عن FB والثيتا اللي 2 في حتة واحدة والذي اتنين applied عند النقطة دي فمعنى كده لو انا اختارت النقطة دي بتاعتي ان هي تبقى pivot point يبقى معنى كده انشل تعمل ال-equations بتاعتي لان باسيكلي ال-arm بتاع الفورس دي ال-arm بتاع torque بتاع الفورس دي هيبقى بيساوي صفر لانها بتمر بنفس النقطة بتاعتي ال-pivot فمعنى كده لو انا بسيت على الشكل بتاعي اللي موجود هنا دوت انا باحسب بقى ال-force ال-perpedicular force في ال-arm بتاعها عشان احسب التورك اللي جايلي من Ft وال-force برضو اللي هي جايلي من W بال-arm بتاعها عشان تحسيبلي التورك اللي جايلي من W اوكي فهيبقى عندي ال-equations دي باسيكلي ان انا عندي عشرة times W minus لو انا اختارت ال-direction اللي هو counterclockwise ده هو positive يبقى معنى كده ال-direction اللي هو العكس كده بقى اللي هو clockwise يبقى هو ده negative يبقى معنى كده هيبقى عندي distance بتاعتي اللي هي 5.6 سنتيمتر times the force طبعا لازم تكون perpendicular على ال-arm دوت اللي هي بتبقى Ft cosine 7 degrees عشان تجيبلي ال-perpendicular component او ال-vertecal component بتاعتي 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 من ال-equations دي بلاحز حاجة مهمة جدا ان انا عشان اختارت الاختيار بتاعي بتاع ال-pivot بتاعتي هنا وشاريتلي ال-two unknowns اللي مش موجودين عندنا في ال-equations دي هنلاقي ان احنا نقدر نحسب على طول Ft بتسوي كمين نقدر نحسب الفورس اللي موجودة علي في ال-equations tendon بتسوي كم مباشرة وانت ان انا عملت كده خلاص بـ possible transition equilibrium في اتجاه ال-x وفي اتجاه ال-y باحسب ال-balance بتاع الفورس اللي موجودة عندي اوكي واقدر بعد كده يتبقى فيها عندي two equations two unknowns اقدر احسب ال-fp والثيتا بيساوي كمين مثال تاني برضو مهم جدا والمثال دي الحقيقة الناس بتهتم بيه جدا وخصوصا في العمليات بتاعت تغيير ال-hip bone او التغيير ال-hip joint مع صح يعني الحقيقة دي عملية منتشرة جدا في اوساط الناس الكبار في السن وخاصة السيدات نتيجة الشاشة العظام اللي بتخلي بيساوي ال-head of the head of the femur اللي هي الجزء اللي هو في البولان صوكت جوينت اللي موجودة عندي هنا الحتة بتاعت البول دي بتكسر يعني بيحصل عندي شرخ هنا كده فبيبقى فعلا الشخص اللي عنده المشكلة دي بيبقى اقول مستقعيد مقدرش يتحرك خالص اوكي فدلوقتي اللي هنحاول نعمله دلوقتي نحن هتخالنا فيها عندي بني ادم واقف بالشك ده على رجل واحدة وهتخالنا نحن نحاول نحسب بقى الفورس اللي هتكون عندي على ال-hip joint دي هتبقى بتساوي كام؟ يعني نحاول نحسب الفورس اللي applied على الجزء دوت هتساوي كام؟ اللي هو ال-reaction between ال-hip وال-head of the femur طبعا لو احنا بصنا على الجيومتري اللي هلاقي فيها عندي هنا تندن ماسك الفيمر لل-hip bone هيبقى فيها عندي reaction هنا من ال-hip bone على ال-head of the femur هيبقى البونز اللي موجودة عندي ال-leg complete اللي هي ال-leg كلها على بعضيها كده هيبقى فيه هي نفسها لها وزن فهيبقى لها center of gravity و center of gravity دي هتقصر لي بفورس معينة الناس بتأسيوم عادة ان ال-force بتاعت او ال-weight بتاع- leg بيبقى حوالي الوزن على سبعة فانا هتخالي ان الوزن ده في نصر الرجل بالزبط وبي apply اللي تحت وفي نفس الوقت ال-reaction بتاعي انا هنا واقف على ال-ard عشان يبقى فيه هنا طبعا static balance يبقى لازم يبقى فيه عندي هنا reaction من ال-ard بيساوي الوزن تماما اوكي؟ فابتدي برضه اعمل نفس الحاجة اللي عملتها قبل كده هبص هنا على ال-equations بتاعتي هلاقي ان فيه عندي ال-r اللي هو ال-reaction اللي موجود عندي بتاع الهو بين ال-head bone وبين ال-head of the femur اوكي؟ انا مش عارفه ومش عارف ال-angle بتاعه في نفس الوقت اللي هو الجزء بتاع اللجمة الموجود هنا دوت لا انا مش عارف الفورس اللي تيه قد ايه بس انا عارف ال-angle بتاعته او ممكن اعمل لها estimation من radiology يعني ممكن اخد صور radiology وادراحسب ال-angle دي بتساوي كاما فمعنى كده انا عندي برضه هنا 3-announce R و-P و-F التلاتة دول انا مش عارفهم طيب دلوقتي انا نبتدي برضه بنفس الطريقة اللي احنا عملناها مرة اللي فاتت عايزين نعمل دلوقتي rotational و-translation equilibrium علشان نحنا نحاول بها نحسب 3-announce دول فطبعا احسن مكان انا ممكن اتخيله عشان اعمل به الكلام ده لو انا وقفت في المكان ده هنا كده المكان ده لو انا خطيت فيه ال-pivot point بتاعتي هتشلي R تماما وهتشلي Theta تماما هلاقي كل ال-equations اللي موجودة عندي in terms of F و-W عموما يعني خاصة ال-W دي خلاص بقت WL هي الوزن بتاع الليج بقى function في W مش function في WL ما هواش unknown يعتبر known و-W طبعا هي معروفة زي ما كنا بنقول واحنا كده كده بنحاول نطلع كل الحلو بداية ال-W فال-W تعتبر known اوكي فهنا بعمل summation of torque around the point اللي هي الكلمة عليها اللي هي هنا دي كده طبعا نلاحز تاني ان لازم arm يبقى مدور في vertical force مش متدرب في force وبس فهنا هنتطر ان احنا نحلل force دي في direction vertical فمعنا كاتب F sine 70 degrees فهيبقى عندي F sine 70 degrees اوكي لو انا خدت برضو forces في direction اللي هو clockwise خدتها negative وخدت forces اللي هي في الاتجاه او torcs اللي في اتجاه counter clockwise خدتها positive يبقى انا كده دي هتكون negative والforce برضو او torque اللي جايلي من WL دي برضو هتكون هتكون negative لان هي برضو هتبقى في direction اللي هو clockwise اوكي وهيبقى عندي بس الجزء اللي هو بيتحرج بقى counter clockwise اللي هو جايلي من الweight ده بس اللي هيكون positive ففي الاخرة اطلع لأيكويجن بالشكل ده كده كل الحاجات اللي موجودة هنا نقون معادة F ايه الفورس اللي موجودة عندي في ligament اللي موجودة مسكة في الفيمر فمعنا كده من الاكويجن دي قدر احسب F بتاعتي بيتساوي كام بعد ما حسب الاكويجن دي بعد ما حسب F دي بيتساوي كام ارجع اعمل بقى البالانس بتاعي في X و في Y اللي هو Translational Equilibrium هيبقى عندي هنا two equations two unknowns اللي هما عبارة عن R و عبارة عن F من two equations دولا ما بحلهم بطلع two components بتاع R Rx و Ry وبحسب الانجل بتاعتي اللي هي اللي هي الفي بتساوي كام يعني هنا انا ممكن بدل ما اخد ال R دي واخد الفي اخد كل واحدة فيهم يبقى R cosine F و R sine F لا اذا انا اسمي R cosine F هسميها دي عبارة عن RY مثلا اوكي وهسمي R sine F هي عبارة عن Rx اوكي بحيث انها تبقى بالنسباي سهل ان انا احسبها بالشكل دا لو انا حليت ال Equation Z هيطلع لي Rx و Ry ومنهم بطلع هنا من ال Equation D ان ال Reaction بتاعي اللي موجود على ال Head of the Femur هنا بيساوي 2.4W يعني معنى كام بنتكلم على ان اللي موجود على ال Head of the Femur بتساوي مرتين ونص تقريبا وزن جسم الانسان وده طبعا حاجة ضخمة جدا جدا يعني نكلم على ان احنا واحنا واقفين بالطريقة دي بيبقى فيه عندنا force applied على ال Head of the Femur مرتين ونص قد الوزن بتاعنا فهي بتتحمل وزن كبير اوي لازم تكون solid كفاءة ان هي تستحمل الوزن ده عشان تبقى فيه تدت تصمد في مكانها لو انا بتكلم بقى على الحالات اللي فيها المريض بتاعي مثلا عمل عملية في تغيير التغيير joint اللي موجود عندي بتاعت ال Hip bone او بتاعت ال Hip joint يعني عموما هلاقي عندي اننا الموضل بتاعي بيختلف شوية عن الموضل احنا كلمنا عندي قبل كده بدل ما كان فيه عندي هنا reaction بتاعي عبارة عن مجرد بس الوزن بتاعي وخلاص لا ده انا بتكلم هنا دلوقتي حطيت معايا كمان عصايا اللي هي بس نعمل cane اللي هي عصايا والعصايا دي بحمل عليها بايداية مثلا سوتس الوزن لو افترضت انها سوتس الوزن كده هنشوف انها هتفرق معانا ازاي برضو هعمل هي نفس الحاجة هبصت على نفس ال Equations بتاعتي هنا بس هحط معايا في الاعتبار دلوقتي بقى ان انا الوزن بتاعي اللي هو reaction بتاعي اللي هنا ده بدل ما كان بيشلي الوزن بتاعي اللي هو كامل اللي هو W لقى دلوقتي بقى اشيل W minus W over 6 اوكي لان بقى في عندي W over 6 متشالة اصلا بالكين دي اوكي فجرب نفس الجيومتري او غير الجيومتري ده بحيس ان هو يرفلكت الكلام ده وااخد برضو ال Pivot Point بتاعتيه في نفس المكان هنا بحيس ان هي تشلي R والفي اللي كانوا موجودين عندنا في المرة اللي فايزة زي ما عملنا المرة الفايزة بزلطة ما فيش اي اختلاف خالص فايطلع لي هنا equation على طول مباشرة كده اقدر احسب من اول equation دي اقدر احسب F بتسوي كام وبعد كده استعمل Translational Equilibrium Equations عشان اقدر احسب Rx و Ry بسوي كام Rx طبعا زي ما احنا اتفقنا هي عبارة عن R sin phi و Ry اللي هي عبارة عن R cos phi لو انا حطيت ال equations دي وحلتها اقدر احل two equations two unknowns و اقدر احسب على طول Rx بسوي كام و احسب Ry بسوي كام في الحالة بتاعتنا دي لو احنا اخدناه بقى وحسبنا الفاكتور sum بتاعهم زي ما احنا عملنا قبل كده هنلاقي ان الفورس اللي على ال head of the femur هتبقى 1.3W يعني نتكلم ان هي تقريبا نصف الفورس اللي كانت موجودة عندنا قبل كده اللي كانت 2.4W يعني مجرد ان احنا استعملنا عصايا شايلين عليها صوتس الويت الفورس اللي بقت applied على ال head of the femur بقت حوالي النص حوالي النص اللي كان موجودة قبل كده وده حاجة طبعا very significant علشان كده كان حقيقا بعض ال report اللي كانت ناس كلمت عليها زمان في papers كان الناس بتلاحظ ان لو واحد بيعمل عملية بتاع التغيير ال head bone وعادة الاطباء في الحالة دي بينصحون ان هو يفضل قاعد سبتشهر على اعصايا او على crutches اللي هي بيكلم على يعني يعني بيستعمل يعني حاجة بحيس ان هي تساعده عشان يمشي عشان يحمل عليه او هو ماشي ما يحملش على رجليه هلاقي ان هو الناس اللي بتسمع كلام الدكتور وتفضل سبتشهر تماما مؤتمدين على اللي بيستعمل العصايا دي علشان يقدر يتحرك بيبقى recovery بتاهم احسن بكثير والناس اللي بتمشي بدري ان هي بتستعج ان هي تسيب العصايا وتمشي بدري دي الحقيقة الحقيقة مع وجود ان المفصل ده لسه راكب جديد ما هو لسه محصلوش مع البون اللي هو راكب فيها ما هو بيبقى راكب اصلا في الفيمر بون ويلازم ان هو في الاخر البوندج الموجود بينهم دوت او البوندج الموجود بينهم دوت يبقى قوي بحيس ان هو يعني يسمح ان في الاخر التركيبة اللي بتحطت دي تبقى موجودة وثابتة فلو انا استعجلت الفورس الزيادة او اللي هي بتبقى في حدود مرتين ونص قد وزن جسم الانسان دي بتحاول ان هي تلخلخ الجوينت الجديدة دي من مكانها ففي الاخر بتاند ان هي تخلي الزرع المفصل دوت ما يبقاش ناجح فطبعا واحدة من الحاجات البسيطة جدا نحستعملنا فيها باسيكلي الاساسيات بتاعت الاكليبريم عشان نحسب في الكلام ده ولقينا فعلا بتدينا very reasonable explanation اللي بيحصل في الحالات دي اتنين دلوقتي الكلام على حاجة مختلفة شوية بس برضو في ضمن السكوب بتاع الميكانيكس وهي الديفنيشن بتاع الwork او الشغل الwork is defined as لو انا تخليتنا فيها عندي force fx بتحرك object from x1 to x2 التوتال work done هو برا انتيجريشن بتاع x من x1 ل x2 fx of x dx طبعا احنا لو تخلينا ان fx باعتنا دي عبارة عن constant force يبقى معنا كده هنتكلم على ان total work عبارة عن f times distance يعني force times distance اللي احنا مشينا فيها انما عادة لو انا بتكلم على generalization للدفنيشن بتاع الwork بتخيل ان force عندي عبارة عن function of x يعني بتتغير مع ال x position بتاعي فمعنى كده لو انا عملت application للدفنيشن بتاع الwork دوت يبقى معنى كده الwork done هو عبارة عن الانتيجريشن بتاع force dx يعني بتكلم على area under the curve بتاع ال fx force بتاعتي بيساوي كان بالزبط طبعا احنا من ال condition الاساسي بتاعنا او من القانون الاساسي بتاعنا بتاع conservation of energy هلاقي ان اي تغيير في الwork هي طبعا بيأثر على ال kinetic energy يعني لو انا بعمل work بapply work على object يعني بحرك ال object ده من x1 x2 الwork done دوت في الاخر بيتحول ال kinetic energy بيبقى ال object دوت بيمانتين ال kinetic energy دي ويبقى دي بتساوي دي التغيير هنا بيساوي التغيير هنا واحدة برضه من concept الاساسية جدا عشان اتخيل التغيرات اللي بتحصل في في ال structures نتيجة الوجود forces بتغير ازاي او بيحصل تحصل ازاي في ال solid objects في الاول خالص هنتكلم على حاجة اسمها stress وحاجة اسمها strain ال stress وال strain دول ال characteristics لو بتكلم على fluid الكلام ده مش بي apply عليه يعني مقدرش اقول ان في عندي stress في fluid في الهوى او في المية او حاجة اسمها ما ينفعش ولا strain هبقى فيه عندنا definitions مختلفة شوية بالنسبة لل fluids فلو احنا بتدين اف اول حاجة خالص ابتدين اعرف حاجة اسمها normal stress احنا عندنا ال stress عمتا بينقسم لنوعين normal stress وحاجة اسمها shear stress اوكي النورمال stress دي عبارة عن tensile او compressive stress يعني حاجة بتشد او حاجة بتضغط لو اتخيلت ال object بتاع اللي انا بحاول اعمل عليه force بapply عليه force هو حاجة بالشكل ده كده الفورس بتاعتي اللي applied هي حاجة بالشكل ده هنا كده لو انا بشد في الاتجاه ده يبقى معنى كده انا بعمل tensile strength stress ولو انا بضغط في الاتجاه ده يبقى انا بعمل compressive stress اوكي ال definition بتاع ال stress نفسه عبارة عن force over ال area اللي هي بتapply عليها يعني هنا مثلا لو اتخيلت ال area بتاعتي area بتاعتي ال object اللي انا بحركه ده عبارة عن s يبقى معنى كده بتكلم علي f over s هي عبارة عن sn اللي هي normal stress sn اللي هي stress normal اوكي حسب hooks law هلاقي ان الكلام ده بيساوي e times epsilon n اوكي والابسلون n دي هي عبارة عن strain الاسترين دي عبارة عن ده التغيير اللي حصل لي في ال object بتاع نتيجة الاسترين ده دي عبارة عن delta l over l او انت خيالت ان الطول الاصلي بتاع ال object بتاعها عبارة عن l وحصل له زيادة في الطول عبارة عن delta l نتيجة الاسترين ده يبقى معنى كده delta l على l دي بتعتبر ال normal stress normal strain بتاعي بتاع الاسترين اللي تحط في normal direction ده اوكي الاسترين نفسها الاسترين ده عبارة عن constant وطبعا ده linear range بتاع الاسترين يعني في احوال كتيرة جدا مش شرط ان يكون الدنيا فيها linear بس احنا اكشوري يعني ممكن نلاقي مثلا object بتاعنا او بشكلها حاجة معقدة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا كده بس احنا عادة لو احنا بنتكلم على حتة صغيرة انا بتكلم مثلا في ال range الاولاني ده هنا كده مثلا ممكن ان تخيل والله اذا الحتة دي فيها linear range كده ممكن اتكلم عليه واحسب منه من السلوب بتاع ممكن نحسب وستعمله عشان رده رحسب estimate للايه لل strain او لل stress اللي موجود في ايه في ال object ده النوع التاني من من الشيري stress والشيري stress ده بيسيكي بيقى force بدلا ما هي كد بت apply على surface هنا بت apply parallel يعني بدلا ما كان عندنا force كد بت apply في ال direction ده لا ده لكني بشد ال object بتاعي parallel لل surface اللي موجود عندي بتاع ال object نفسه و ال definition بتاع shear stress ده هو عبارة force بتاعتي على tangential area اللي هي ال area اللي هي مماسة لل force دي مش ال area ال perpendicular على force دي وحسب القانون هنا بتاعنا بقى في الجزء بتاع الشير ده بيساوي g times epsilon s اللي هي epsilon s طبعا هي عبارة عن shear strain اوكي وبيتعرف نوة delta على h بيتعرف على ان انا لو انا عندي object بتاعي تحرك في الاتجاه ده كده دي ال delta ودي ال edge بتاعتي اللي هي بيسيكي لو انا بصيتها على delta على h دي هي عبارة عن عبارة عن التام بتاع ال angle theta اللي حركة ال object بتاعي نتيجة لل application بتاع force دي او application بتاع shear stress اللي موجودة عندي هنا دوت هصلي ان يبقى فيه هنا angle التام بتاع ال angle دي هو يعتبر shear strain بتاعي اللي هو delta على h ال constant موجودة عندي هنا بسميه shear modulus ونفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء بتاع normal stress نفس الكلام هنا برضو بي apply هلاقي عندي برضو ان الجي دي موجودة في linear range بس مش موجودة في كل الاحوال وطبعا لو انا عندي non linear relationship between shear stress وال shear strain بقدر في حتة معينة بحيث ان انا اقدر او احسب منها الجي بتاعتي في المكان ده بتساوي كام وقدر استعملها بعد كده ان انا around point D لو عندي مثلا انتغيرات طفيفة حواليها والحاجة بقدر احسب يجي ان هي constant في المنطقة دي لو احنا بقى حبينا نتكلم على stresses وال strains هنا بقى في الحالة بتاع fluids بنتكلم على حاجة اسمها hydrostatics في ال hydrostatics الهاية بنتكلم على ان احنا بدلا ما بنتكلم على انه فيها عندنا حاجة اسمها stress بنتكلم على حاجة اسمها pressure pressure ده عبارة عن force على area زي ما احنا كلنا عارفين فالpressure بيبقى منطقي اكتر لما بكلم على fluid لان هو ده الحاجة اللي ندرك اسمها في fluid عشان نعمل الاناليسس بقى للإكليبريم على unit volume في الفلود دوت هتخلي في عندي حاجة سهل عبارة عن delta x في delta y في delta z بالشك ده كده هنا طبعا x و y و z ونمتدي بقى نحسب الفورس عليها ونفترض ان احنا عندنا الإكليبريم شغال فالإكليبريم ده زي ما احنا شوفنا قبل كده في translation rotational طبعا الrotation هنا مش شكله مش بي apply لان كل الفورس اللي عندنا هنا شكلها ما هيش يعني صعب ان انا تخيل ان هي هتعملي rotation يعني كلها اول حاجة بتمر بالcenter بتاع unit volume دوت فمعنى كده لو انا اخدت النقطة دي وحسبت عندها rotation equilibrium هلاقي ان كل الارم بتاعها بيساوي صفر فمالهاش تورك لو انا تخيلت ال unit volume دوت ال unit volume ده هتخيلنا عندي pressure من جميع الاتجاهات كل الاتجاهات كل surfaces او كل ال faces بتاع الكيوب دي عليها كلها pressure حسب المكان بتاعها عبارة عن ايه النقطة بقى في حاجة مهمة قوي لو انا تخيلت ان انا دلوقتي ده عبارة عن unit volume موجودة عندي في fluid يعني still ما هواش بيتحرك لو انا بسيت على الاتجاه مثلا تجاه ال y هلاقي عندي هنا pressure p of x and y and z وناحية التانية p of x plus delta y plus delta y و z دلوقتي لو انا بتخيلت ان دي عبارة عن نقطة في fluid هل في حاجة يعني في fluid تخيل ان في preference ان ده يبقى متغير عن pressure ده شكل الدنيا symmetric symmetry شغال يعني معنى كده ان الاتجاه ده ما يفريش عن الاتجاه ده في ايه حاجة خالص فمعنى كده متوقعش ان دي p of x and y and z تختلف على p of x and y plus delta y و z لازم الاتين دول يساوي بعض لو الاتين دول مش بيساوي بعض الا هيحصل هيبقى في عندي هنا delta pressure في اتجاه ال y فمعنى كده لازم النقطة دي لازم تتحرك ولو هتتحرك دي بقى معنى كده ما هياش في static equilibrium فمعنى كده في ال direction ده لازم summation بتاع الاتين دول يساوي صفر فمعنى كده دي لازم تساوي دي نفس الكلام اقوله برضو في اتجاه ال x نفس الكلام لازم pressure اللي هو بتاع p of x and y and z والpressure اللي هو p of x plus delta x و y و z لازم بتاني يساوي بعض عشان ما يحصلش حرك في اتجاه ال x الاتجاه التالت بقى اللي هو بتاع z direction هلقى ان ده بقى في اختلاف شوية لان انا عندي هنا بالاضافة لل two pressures الموجودين على surfaces بتاعت الكيوب دي اللي هو p of x and y and z و p of x and y and z plus delta z هيبقى في عندي كمان الوزن بتاع ال unit volume ده نفسه الوزن بتاعه هو عبارة عن طبعا زي ما احنا عارفين عبارة عن density في volume وال volume بتاعي هنا هو عبارة عن delta x في delta y في delta z و طبعا لو اتكلم على force الفورس دي عبارة عن الوزن بتاعي مش الوزن بقى اللي هو mass بتاعتي اللي هي عبارة عن rho في ال volume times g كمان عشان اللي هي gravitation acceleration اللي هو g العادية بتاعتنا اوكي فلو انا عملت ال balance بتاعي بقى بتاع الفورس في اتجاه ال z لان هو مختلف شوية موقع حاجات التانية بال item الحاجات او موجود عندي زيادة اوكي اولو انا بس طي continuing بالنسبة لل hot dog مهمة قوي ان لو انا خدت دي اللي هو P of X and Y and Z plus Delta Z minus P of X and Y and Z واسمتهم على Delta Z يبقى معنى كده بجيب دي P by DZ ده برا عن definition بتاع الderivative اوكي وطبعا من هنا لو انا شلت الثلاثة ايتم دول يبقى عندي الرول G بس بمجدين عندها اوكي طبعا الكلام ده كله عشان يحصل فيه static equilibrium لازم الكلام ده كله يساوي صفر طبعا يساوي صفر معنى كده ان الائتم اللي برا ده يساوي صفر او الائتم اللي جوه ده يساوي صفر لو بصنا الائتم اللي برا ده لايمكن يساوي صفر انه ده عبارة عن ده الvolume لايمكن الvolume يساوي صفر انا باخد unit volume ما هياش نقطة معنى هاش size يعني لازم يبقى لها size و non zero اوكي ده volume لايمكن يساوي صفر فمعنى كده منتكلم على الحاجة اللي جوه دي لازم تساوي صفر كده لو انا حطيتها بقى كاكويشن هلاقي ان دي بي باي دي زي بتسوي مينس رو في جي او ممكن لو انا خذت بقى الاكويشن دي وعملت لها ان البرشور بتاعي بيسوي الانيشيل برشور عند الزي بتسوي صفر مينس رو في جي في زي طبعا الاكويشن دي في غاية الاهمية ان هي ممكن تساعدني ان انا احسب البرشور جوه تحت سطح المية مسلا لو انا بتكلم مسلا البرشور اللي هو على سطح المية اللي هو البرشور عادي خالص بـ pressure atmospheric pressure هو P0 أو P0 أوكي وتخيلت ان انا بتكلم على عمق مثلا 5 متر او بلاش عمق 100 متر ممكن من الـ equation دي احسب pressure اللي موجود جوه بيساوي كم؟ pressure اللي هو تحت خالص في الزي بتساوي بس الزي بقى هنا تبقى في الاتجاه اللي هو negative يعني زي تبقى minus 100 متر فمعنى كده ده ان pressure هيزيد طبعا جامد جدا بالفاكتور دوت كل ما انا نزلت تحت سطح الماء concept مهم جدا برده من الحاجات اللي لازم نعرفها في الـ hydrostatic هي الـ buoyancy او الطف قانون الطف لو انا عندي object immersed in a fluid الـ forces اللي applied عليه هي basic اللي عبارة عن وزنه اللي عبارة عن رو في جي في في ده بيشده التحت عشان كده فيه negative sign هنا كده وفيه force تانية بتحاول تخليه يطلع لفوق وهي الوزن اللي هي الجزء بتاع ايه بتاع بتاع الطفو اللي هو فورس بتاع الطفو اللي هي عبارة عن raw fluid في جي في اللي هي وزن السائل المزاحة بيشده اوكي فلو احنا اخدنا مثالين زراف جدا عشان يخلونا نفهم من كلام ده اكتر شوية مثال بتاع حيوانات اللي عايشة على سطح الارض اللي هي البرية والحيوانات البحرية كمثال تاني في الحيوانات البرية حيوانات البرية عايشة فين؟ عايشة في هوا وفي الهوا حقيقي هنلاقي ان الروب بتعامت الفلود دي قلب كتيرا من اختصار الحيوانات دي لو اتخيلت بناء أدم مثال NA في حين ان الروب تعترف هاتف النمائية والغرض تعترفها هي ن Jang بالفورس بتاعت الوزن. م tio مشتمل checklist في الحيونات العيشة في الخины عكس الكلام دوس distintه ب farted Прing in ourเيشة في الحيوانات البحرية اب دعائها انه الروف اللويت اللي هو بتاع المياه Himself هي تقريبا بتسوي الروب التي وجيدت الحيوانات دي. فهنلاق ان الانهما wow فمعني فورس اللي بتسوي Weight Fuhring هنلاقي التالي بتساوي صفر يعني هي بتساوي صفر يعني هي بتبقى almost weightless in water يعني تتحرك معليهاش اي constraint جاي لها من الweight بتاعها طبعا احنا بنشوف السمك هو بيتحرك مفيش عليه حاجة محددة مفيش عليه فورس بتخليه ان هو يضطر ان هو يقاو مثلا gravity علشان ان هو يتحرك يروح من حتة لحتة ويه طبعا حاجة من الحاجات اللطيفة جدا اللي احنا ممكن نبص عليها من ال equation اللي هي بتاعت واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نبص عليها برضو بالنسبة للflowers هنلاقي ان في equation مقابلة للhooks law اللي كان موجود عندنا في stress هبقى في عندنا equation برضو بتربط لنا بقى بدل ما كان عندنا الناحية التانية كان في عندنا stress and strain والstrain كان عندي عبارة delta l على l هتكلم هنا على pressure اللي هو مقابل لل stress هناك او عبارة برضو force على area وهتكلم هنا بدل ما هتكلم على delta l على l هتكلم على delta v over v هبقى في بينهم برضو constant بس constant ده مرة دي بنسميه كappa و بنسميه compressibility اوكي لو لاحظنا هنلاقي compressibility دي يعني كdimensions دي عاكس dimensions بتاعت young's modulus او ال shear modulus لان انا عندي هنا compressibility دي عبارة حاجة dimensionless over dimensions تاعت pressure اللي هي فرصة على area اوكي الناحية التانية كان constant بتاعي ده كان الناحية دي هنا فكان العكس اوكي compressibility اللي هي كابة بتاعتنا دي هي عبارة عن حاجة very negligible يعني بتكلم على حاجة مثلا خمسة في عشرة او صناعة عشرة و دي بنكلم على حاجة بالنسبة للمية اوكي فمعنى كده بنكلم على تغيير طفيف جدا 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 في ال volume بتاعنا نتيجة ل pressure اوكي رغم ان التغيير ده اعتبر يعني almost negligible بالنسبة ل ال practical يعني عدد كبير او ال practical applications اللي ان احنا basically concept البسيط ده هو اساس ultrasound imaging يعني التغيرات البسيطة جدا بتحصل في الكابة دي هي اللي بتعمل لنا actually ultrasound transmission وهي اللي بتعمل لنا في الاخر يعني الصور بتاع الصورة sound دي بتبقى طالع نتيجة الاختلافات اللي بتجيدي نتيجة لل compressibility بتاع different teachers اللي هي جابة بعضيها اوكي ففي حين ان احنا يعني في بعض ال applications الكلام ده بيبقى negligible انه اللي انه بعض ال applications ثانية ما بيقاش negligible في كل الاحوال لازم نبقى عارفين هي عبارة عن هي عبارة عن واحد على وحاجة مهمة جدا ان احنا بنكلم على ما بنفعش ان انا نتكلم على يانجس مادولاس بنسبة للفلود ما بنفعش ان انا نتكلم على بالنسبة لحاجة صالد واحدة من الكونسبت المهمة جدا بعضه اللي لازم ناخدها في اعتبارنا في الفلود هي الفيسكوسيتي الفيسكوسيتي هي باسيكلي مقابلة للشيري اللي كانت موجودة عندي في الصالد لو انا عندي فورس أبلايد في المكان دوت في الفلود هي بتحاول ان هي تشد عندي الفلود عشان يتحرك بيبتدي احصل بينها وبين اللاير بتاع الفلود اللي جنبيها بيبقى فيه حاجة زي فريكشن كده والفريكشن ده بيحاول يشد اللاير دي نتحرك يعني بنفس السرعة او تحصلها زي الفورس دي يعني بتحاول تشد اللي بعدها وده بتحاول تشد اللي بعدها وده بتحاول تشد اللي بعدها وهكذا وده في الاخر بيطلع لنا اللي هو بيشكله برا عن حاجة شكلها كوادراتيك او شكلها بارابوليك بتبقى جوه التيوبس اللي بيتحرك في الفلود ده بس الحاجة المهمة جدا جدا لازم نتخيلها يعني يازم نعرفها عن اللامنر فلود انه ما بيحصلش اي نوع من انواع الميكسنج بين الاجيسنج يعني يعني بتكلم على ان انا لو بتحرك فوذين اللامنر فلو رينج بتاع الفلود يبقى معنى كده اللاير دي هتقدر ماشية كده مش يحصل بينها وبين اللاير دي اي ميكسنج فمعنى كده احنا ممكن نستعمل الكنسيب بتاع اللامنر فلو ده ان احنا نعمل بيه كلين روم ايزوليشن يعني ممكن ان انا يبقى عندي مثلا فرضا يبقى عندي على السايد دوت يبقى عندي حاجه زي مثلا فومهود او عندي مثلا يعني دكتور شغال مثلا ببعض الحاجات اللا ممكن يبقى فيها يعني فيروسز ممكن تبقى فيها حاجات معادية او فيها حاجات ممكن تبقى خطيرة او فيها بعض الكاميكالز اللا ممكن تكون يعني ماذا مفروض انها تطلع في الجو يعني والنهاية التانية هنا يبقى ده العبارة عن المعمل نفسه المعمل اللي الناس شغل فيه ومشي فيه وكل حاجه لو انا حطيت بينهم بعضهم لامنر فلو هنا الامنال فلو ده هيخلي مفيش اي مكسنق بين الان الموجودين عندي هنا بين الان الان والان الان فمعنا كده قدر اعمل ايزوليشن بان انا عمل حاجة زي start هوى بان انا عايز افصله معنى بعض ده باستعمال الكونساب الاساسي جدا اللي هو بتاع الامنال فلو لو باكلم بقى على الجزء بتاع الورك اللي انا كلمنا عليها قبل كده الورك كنا اتفاقنا ان هو مباره على الانتجريشن بتاع F دي اكس اوكي النقطة بقى لو اتكلم على الwork done by a gas عندنا طبعا الconcept بتاعة الاف اللي هي الفورس الابلايد على جاس دي ما هياش حلوة قوي ما هي ما بنحبش نحن نستعمل forces مع gases دائما بنحب نستعمل pressure احنا ممكن احنا ناخد نفس الconcept هو هو نقول ان الفورس دي اباره عن pressure times area وناخد الاس هو الدلتا اكس دي ونقول ان هما الاثنين مع بعض عباره عن volume واقول ان بعد كده انا ممكن اتكلم على w او الشغل بتاعي هو اباره عن integration بتاع pdv بدلا ما كان عندي f ضد اكس لا بقى عندي pdv هنا بقى بتكلم على ان الwork بيبعباره عن area under the pv curve يعني area under the pressure volume curve يعني لو انا عندي curve بتاعي بتاع pressure volume بالشكل ده الarea under the curve لو اتحرك من نقطة دي للنقطة دي يعني كالarea دي هي بتمثلي الwork done by the gas او by the fluid اموما يعني اوكي طبعا بتكلم على gases لان طبعا احنا كنا متكلم قبل كده على ان الpressure اللي هو بيحصل لنا او التغيير في volume اللي بيحصل لنا في ال fluids compressibility طبعا بتاعتها بتبقى ليلة جدا في يعني بتكلم دايما على gases almost entirely في الجوزة داوت كمثال على كده هنتكلم مثلا على lungs بكلم على respiration respiration اللي بيحصل فيه ان انا ببتدي مثلا من end expiratory lung volume بيبتدي يحصل لي حاجة زي build up للvolume يعني الvolume بتاعي بيزيد يعني هنا الvolume اهو الvolume بتاعي بيبتدي يزيد ومع الpressure بيزيد برده اوكي لغاية لما يوصل ال end expiratory lung volume وبعد كده بيحصل بقى الجزء التاني دوت اللي هو جزء بتاع ال expiration عشان رجع تاني نفس النقطة هي هي وافضل اللف بقى كده ايه رايح راجع بيعملي الكلام ده بعملي هيستريسيز اوكي هيستريسيز اوكي هيستريسيز اوكي هيستريسيز اللي احنا بصينا كده لو احنا بكلم على pressure volume curve خلينا نبص عليها كده نلاقي ان احنا باسيكلي متحرك من هنا الهنا وبعد كده متحرك من هنا الهنا فالاريا بتاعت الهيستريسيز دي هي الwork done في الايه في الrespiratory cycle بتاعتي اوكي نخلي بالنا احنا بانتجريد pdv مش بانتجريد vdp اوكي لو احنا بانتجريد vdp هنلاقي ان فيه negative sign هنا لان احنا لو بكلم على ان احنا بانتجريد under ده فمعنى كده الاريا بتاعته هتبقى عبارة عن الاريا دي لو بانتجريد under ده هلاقي ايه عبارة عن الاريا دي الاريا اليونها ابيض دي اوكي فلما بطرح دي من دي بلاقي عندي الهيستريسيز دي بتققى positive histeriesis فمعنى كده بتكلم على ان الwork done هنا يبقى positive مثال تاني بقى بنسبه للهارت هو هنا بيكلم على اللي بيحصل دلوقتي في الكارديك سايكل بيحصل في الكارديك سايكل اللي انا بتحرك هنا من بيبقى عندي zero pressure بيبتدي يحصل filling للventricular اللي بيكلم هنا على ventricular volume versus pressure بتاعه اوكي بيحصل filling بعد كي بيحصل contraction للventricular contraction للventricular دوت بيخلي يبقى pressure بيعلى جامد جدا 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 بس لسه الاورتك فالف ما بيكونش open او لما الاورتك فالف يبقى open بيبتدي يحصل عندي هنا ان الventricular volume ده يبتدي يقل لان انا دلوقتي باخد كل اللي موجود عندي وكل الدم اللي موجود عندي في الventricular يبتدي ينضخب بعد كده في جسم الانسان اوكي وانس ان انا وصلت الpressure معين بيبتدي خلاص بعد كده يرجع تاني الايه يعني pressure ينزل بسرعة اول ان خلاص بيحصل بقى يعني بدل ما كان فيه contraction بيحصل relaxation للموصل وانرجع تاني نفس النقطة اللي بتدينا عندها لو احنا برضو بصنا للكلام ده بصنا على على الهيستوريسيز موجودة عندي هنا دي هلاقي عندي هنا لو انا حسبت البي دي في هلاقي انها negative بس اكشولي احنا هنا بنحسب يعني بنحسب الهيستوريسيز دي على الهيستوريسيز دي هيبقى معناه ان انا الwork ده done مش by the fluid لا ده done by the muscles outside يعني بنكلم على ان الهيستوريسيز بس done من الايه من الكاردياك موصل اوكي في بعض الاسئلة ممكن لو حبيتوا تبصوا عليها على الويب سايت بحيس تقدروا تطبقوا على الحاجات اللي احنا كلمنا عليها في المحاضرة دي المحاضرة الجاية ان شاء الله ها نتكلم على الجزء بتاع exponential decay and growth curves ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي بتفاهمنا ازاي ان احنا نقدر نinterpret ونقدر نmodel biomedical data اشتركوا في القناة